فالرغبة والرهبة مفسدة للإنسان حقيقة مشهور عن الأعشى الشاعر المعروف الأعشى قرر أن يدخل في الإسلام وجاء إلى مكة وتناقل الناس أن الأعشى يفكر في الدخول في الإسلام فارتبك أهل مكة قالوا هذا إذا دخل في الإسلام سيكون شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم والشعر في ذلك الوقت وزارة إعلام متنقلة فقالوا هذا قد يفسد علينا كثيرا من الناس فأغروه أن لا يدخل في الإسلام فجاءه قالوا بلغنا أنك تريد الدخول في دين محمد قال نعم قالوا فلا تفعل قال ولم قالوا إنه يحرم الخمر وكان الأعشى مدمنا أنه يحرم الخمر ويمنعك من الشراب فقال هذه صعبة يعني صعب أني أترك الشراب ثم قالوا لا كني سأحاول قالوا في ثانية قال ماذا قال نعطيك مئة من الإبل على أن تؤجل سنة أجل سنة وأسلم من العام القادم واخذ مئة من الإبل قال هذه هي سيرة أعطوني مئة من الإبل فأعطوه مئة من الإبل ورجع إلى قومه ولم يدخل في الإسلام ثم أول ما وصل إلى بلده سقط من بعيره ومت ما استفد من مئة من الإبل سبحان الله طمع في الدنيا وكان الأعشى يعني من شربه الخمر يقولون حسبك من الشعراء أمرء القيس إذا ركب يعني الفرس وزهير إذا رغب والنابغة إذا رهب خاف والأعشى إذا شرب إذا طرب مشهور قال والأعشى إذا شرب قالوا وعن ترا إذا كلب وبعضهم يزيد وجرير إذا غضب فهؤلاء الشعراء منهم الأعشى إذا شرب يقول خلص يعطيك الشعر الطيب إذا سكر الله المستعان فالقصد إذن أن الرغبة والرهبة تضيع كثيرا من الناس يضيع كثير من الناس بسبب الرغبة والرهبة نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر